السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلوا وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكل سنة وانتوا طيبين ويعود عليكم الأيام بخير وهل هلالك شهر مبارك وخلاص العيد على الأبواب أعمل معكم النهاردة كحك ومدينما أديره دول 3 كيلو من الدقيق عليهم كيلو ونص سمنة وتسع معالي سمسل محمصين وكسين خميرة على كوباية اللي ربع ماء دفي معايا هنا المقادير الجفة 3 معالي تحويق كحك وتلاتة نشا وتلاتة لبن بودر ومعايا رشة ملح هنحط المواد الجفة بالشكل ده وها قاعد دقيق ونقلبه كويس دي أول خطوة تعمليها عشان نوزع فيها المكونات بتاعتها نقلبه من تحت الفقل بالشكل دوك طبعا دول 3 كيلو دقيق فلو مشيت عن مقادير صح والخطوات هيتلع معاك كويس بقلبه بالشكل دوك تاني حاجة كوني مسيحة السمنة وهناخد مغرفتين سمنة على السمسم بالشكل دوك ونقيدعيها نقيدعيها نحطها على النار لحد ما يتحمس كويس وابدأ إننا نضيف السمسم للدقيق وقلبه بالشكل دوك وبعد كده أعجنها بالسمنة دي تاني خطوة جمع أهم حاجة أن أنت تعمليها بالسمنة الأول كويس قوي علشان أنت بقى مرمل معاك ودايب هنا بضيف السمنة اللي هي كيلو ونص على 3 كيلو دقيق طبعا معدير الكيلو الدقيق هيبقى كيلو دقيق على نص سمنة على 3 معالق سنسم حمصين ومعالقة تحوج الكعك ومعالقة لبن بودر ومعالقة نشا مع سنة ملح بسيطة ومعالقتين خميرة صغيرة على ربع كوباية مياه دفين أو ممكن أنت تقلبها بكوباية لبن ما فيش أي مشاكل وطبعا بنعجن العجينة باللبن لحد ما تلمي معايا لو احتاجت لبن بضيف لها لبن بالشكل دوك وهبدأ هنا أن انا عجن بها العجينة بعد ما عملتها كويس وزعت فيها السمنة والمعادير الكفة بتحتي هنا ببدأ بالعجن وبضيف لها اللبن حسب ما هي عاوزة حسب ما العجينة ما تلمي معايا أو بالشكل دوك ببدأ هنا بقى أن انا عجن من تحت الفوق ووزع فيها بالشكل دوك العجينة عشان بيبقى في دقيق بيبقى تحت العجينة من الزهر تحاول اللي أنت توزع العجينة بالشكل دوك وتقلبها من تحت الفوق عشان الديق دوك يتعجن كويس طبعا لو لقيتها عم شقة معاك وبيش ملموه بالشكل دوك كده تبقى محتاجة لبن ولو عجن تيعب لبن بيبقى أفضل من الميا ببدأ هنا ان انا طفلها لبن لحد ما تلمي معايا بنزل على سنة سنة من لبن عشان هنا كت محتاجة بشوفوا هنا العجينة كانت لسه ما لميتش معايا ولسه ممسكتش معايا حلو بنزل على باللبن كده يعني حاجة بسيطة لحد ما العجينة تلمي معايا وتتشكل وبعد كده انت حابة تحطي تحشيها بملبن او بالعجوة او تخلي السيدة وتحطي له زكر بودر لحسب زوئك انت او اللي انت حابة بعملي هنا بتجيب العجوة دي تبقى جازة منها عن دراع الطار بتبقى سهلة معاك وبتعملها بالشكل دوك هنا اشكال بقى ممكن تعملها بالخطامة بالشكل دوك وممكن ان انت تعملها برضو في اشكال تانية بتبقى رسومات كحك بتبقى شكلها حلو برضو اللي متوفر عندك تعملي او الشكل دوك كنا رو خلصنا بقى اولا السنة بالسيقون ونبدأ ان احنا نولها الفرن على 180 درجة كل سنة وانتوا طيبين واعود علي كل ايام بخير او بالشكل دوك ده طبعا دي تبقى فرحة العيد وربنا يفرح المسلمين اجمعين وهنا كان معي الفرن كنت بتزقي بقى فيه طبعا هنا ما شاء الله كان اعمل معي كمية كويسة فلو عملتي يعني ببيتك هتتوفري وبنفس الوقت تبقى حاجة مضمونة او شايفين يا جماعة بالشكل دوك يعني ما شاء الله هو كان خلص جاهز معي وهنا كان لسه بيخش الفرن وان بعد ما خلص الكعك يعني عمل معي كمية كويسة ويجربوه ان شاء الله هيعجبكو وهيوفر معاكو هنا بجرب معاكو واحدة شايفين التحمير والشكل عامل ازاي يعني ما شاء الله شايفين شكله من جوه عامل ازاي ممرمل ازاي يعني حاجة جاملة جدا كلسان وموتو طيبين